ما بين عمل أو خبرات في المجال الكيميائي وأيضا في المجال الجيولوجي والبحثي وفي المجال الهندسي تنوعت هذه المجالات من أجل تحقيق ما نصبوا إليها وهو الاستغلال الأمثل لثروات مصر الاقتصادية وثروات مصر التعدينية خاصة ما يتعلق بالرمال السوداء نتعرف على حضراتكم الحديث بشكل أكثر تفصيلا مهندس عزة محمد الغول مهندس سيانة كهربية في مجمع مصنع الفصل مهندس أحمد فايد مهندس سلاط مسؤولين عن تشغيل المصنع عن طريل سكادا سيستم إلا دور اللي حضراتكم بتقوموا بيه في هذا المجال أو في هذا المصنع وأيضا لأي مدى كان للخبرة الأجنبية إنعكستها خاصة إن المجال يمكن فيه أبحاث كتير فيه اهتمام به منذ ما يقرب من ستين عام ولكن تم تحقيق هذا الأمر في هذا التوقيت بناء على تكلفات القيادة السياسية واهتمامها بشكل كبير باستغلال الأمثل لثروات مصر تم بالفعل التدريب من كبير الخبرة الأجانب على الصناعات الحديثة لأن دي صناعة جديدة على مصر وعلى الشرق الأوسط عموما ومن الصناعات النادرة في العالم وتوفير مكينات جديدة وتم تدريب عليها من كبير الخبرة المختصين وتمت توفير مصادر الطاقة بوسطة الشركة الكهرباء وإنشاء محطة الكهرباء خاصة بالمصنعين لخدمة المصانع وتوفير مصدر طاقة دايم للمصنعين يتم الفصلة عن طريق الوسائل الكهربية والمغناطسية والخاص الفيزيائية للمعادن عن طريق آلات حديثة من قبل الجهات المختصة عندنا كراكة تحي مصر أول كراكة بحرية الكهربية في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 2500 طن في الساعة موجودة في المواقع هناك في مصطع الفصل مصطع تاكيز يتم تصدير الخامة إلى مواقع الفصل هنا وبنفس الخامات عن بعضها عن طريق العملات الكهربية والعملات الفيزيائية ونتعرف برضو على دور حضرك بشمونتس في هذا المصنع وهذا المجمع المصنع تم بناءه على طرق تكنولوجية وهندسية حديثة المصنع بالكامل بيتم التعامل معي عن طريق جهزة الكمبيوتر عن طريق السكادا سيستم وإحنا دورنا هنا أن نكون بتشغيل المصنع وسواء حدث لا قدر الله أي أعطال كهربية أو ميكانيكية بنتم بإبلاغ زمائلنا فيها طبعا إحنا استخدمنا هنا الطرق الحديثة كسكادا سيستم بحيث أن نقل المشاكل بتاعت الصيانة في المصنع طبعا تم مراعاة كل البيئة المحيطة بنا لأن البيئة عندنا بيئة زراعية فتم بناء المصنع بعد دراسات جدوى تختص بمجال البيئة وكانت النتائج بتاع دراسات الجدوى ديت أن المصنع أكيد هيضر منفعة للبيئة المحيطة بيه وهيحافظ على البيئة الرمال اللي بيتم تزويد المصنع بيها عشان يتفصل منها المصنع بتيجي هنا وبعد ما بتتفصل بيرجع منها جزء تاني للمكان عشان يكون مكان ممهد يتم استغلاله في الأراضي الزراعية أو بناء مدن سكانية أو كرة سياحية أهلا بشكر حضراتكم وألف مبروك على مجهوداتكم على هذا المشروع ونتمنى لكم المزيد من التوفيق إن شاء الله شكرا شكرا